المقابر الجماعية موجودة ضمن خارطة صار التأخير بسبب أحداث داعش وضيفة مقابر جماعية أخرى وضمن عمليات تجري من قبل الفريق المختص عندنا فريق مختص محترف دوليا إجراءات البحث عن المقابر وإخراج الرفوات وتحليل الديناي هذه كلها إجراءات تأخذ وقت لكن ضمن خطة يعمل عليها القسم المختص في مؤسسة الشهداء مثل ما ذكرت أنا نطلع على هذا الملف كان القسم هذا المختص أيضا ضمن دوائر وزارة حقوق الإنسان وأشهد أنه القسم محترف يعني نحن كان يستعينون بنا في دول أخرى دخلنا في عمل مشترك مع منظمات دولية لكن اتساع حالة المقابر الجماعية والتي ظهرت في الآونة الأخيرة بعد 2014 أثرت على مستوى العمل في المقابر الجماعية الخاصة بضحايا النظام ما قبل 2003 القسم موجود تخصيصات المالية جهود الفنية وعمل متواصل سواء كان من المؤسسة أو وزارة الصحاب في مسألة الفحص الدياني هذا